تنفيذة للتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلنت الحكومة تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخصيص حزمة مالية جديدة للحماية الاجتماعية وتحسين الأجور اعتبارا من شهر أبريل المقبل كما أعلنت الحكومة تخصيص 290.5 مليار جنيه لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13% من أول إبريل وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه لتخفيف عن المواطنين كما أعلنت الحكومة زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهريا اعتبارا من الشهر المقبل ومنح غير المخاطبين بالخدمة المدنية على وخاصة 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه شهريا اعتبارا من الشهر المقبل